ارتفع حجم الطلب على مادة الخبز بنسبة 50% خلال اليوم تزامنا مع بدء تأثر المملكة بمنخفض جوي فيما كان الطلب على المواد الغذائية متواضعا نقيب أصحاب المخابز أكد أن المخابز مع بداية المنخفض الجوي لم تشهد أي تهافت من قبل المواطنين على الشراء وقال إن جميع مخابز المملكة على جاهزية عالية للتعامل مع المنخفض الجوي مع توفر كميات الطحين والخميرة والمحروقات بكميات كافية لديها من جهتها وزارة الصناعة والتجارة أكدت توفر المواد التموينية في الأسواق بكميات كافية في الوقت الذي أكد فيه التجار أن المنخفض الجوي لم يؤثر على قوة الشراء